السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معكم موضوع الجرام الصحفية وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جريمة نشر اخبار كاذبة وانا سنتكلم اليوم عن جريمة التعدي على الاديان وطبعا احنا في الفترة السابقة هذا الموضوع كان مطار بشكل كبير قد حاول البعض الاساع الى الرموز الدينية الاسلامية وحنشوف هذه الجريمة هذه الجريمة عد من الجرائم الخطيرة والتي تحرص كل التشعاعات النص عليها خوفا من اطارة الفتن ولا الضروات وعدم الاستقرار وتقطيع اوصال العلقات الاجتماعية بين افراد المجتمع باختصار لو مسلا احنا طلعوا المسيحية في مصر وطبعا صارت مشاكل كتير في مصر في الموضوعات وقالوا الرسول محمد عليه السلام ليس بنبي او مسلا الاسلام مش مظبوط او المسلمين كده اا جالوا العكس الفترة قالوا encima صارت مشاكل عدد كتيري او فا او طبعا ا kardeş او طبعا مشاكل اذرا في الدر الناس. ممنوع حدسي للديانات. لانو الناس ممكن تستفز وتعمل مشاكل. نشوف احنا المادة متين وتمانية وسبعين. من خانون مطبك في الضفة. يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور او بغرامة لا تزيد على عشرين دينار لكل من. خدوا بالك ونشر شيئا مطبوعا. او مخطوطا او صورة او رسما او رمز من شأنه ان يؤدي الى هانة الشعور الديني. لاشخاص اخرين او الى هانة معتقدات ومعتقدهم الدين. طيب. تفوه في مكان عام. وعلى السمع من شخص بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى هانة الشعور الديني. انتو بخدين بالكم المشرق. بنص على معظم الشغلات. يعني بحوط على الموضوع لانه عارف انه هذي الافعال او هذي شريمة خطيرة جدا. تفوه في مكان عام. يعني احنا ممكن الفقر الاولى بتتكلم على العمل الصحفي. لانه يعني بستخدم النشر والمطبعات صحفية. لكن برضو اي انسان في مكان عام يعني في الشارع في السلامة. اا في نادي. حكي كلمة وسمعها شخص واحد يعني واحد مسيح بس. مجرد مسيح او واحد مسلم. قال انو المسيحية مسلا مش قويسي. انا حكي له كلمة على سيدنا عيسى او على المسيحية. كلمة مشينة يعني. او قال بس هالمسيحي قال عن سيدة محمد او على الاسلام كلمة مشينة. يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه المجرد انو احكي اهلا واحد. طيب. فكيف اللي بنشر او بطلع قدو مساء الاعلام وبمزع اا او مسلا بحر القرآن. اا طيب. المادة اللي مطبقة في قطاع غزة. مية وتسعار مين نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورا او رسما او رمزا من شأنه يؤدي يؤدي الى هانة شعور الدين لاشخاص اخرين او هانة ما اعتقدهم الديني. تفوه في مكان عام على سمع من شخص اخر بكلمة وبصوت من شأنه يؤدي الى هاد الشعور. المعتقد الديني. الاشخاص اخرين. اعتبر ما ارتكب جنحة ويعاخد بالحبس مدة سنة. هرم انه اا قال انه الجريم جنحة. لكن مية زي الجريم الاولاني قال تلتة سنين. لتاعت الاخبار الكاتبة. اينا حددها بسنة. انتم ملاحظين المادة متشابهة لانه قلنا لكم كزا مرة انه الخنون الاردني اخد معظم مواده من قانون البريطاني او المسمى القانون فلسطين المضبق في فلسطين زمن الاحتلال البريطاني والذي ما زال معمول في غطاء غزة فقط. لانه احنا قلنا لكم القانون الاردني هو المطبك في الضف. على اساس انه احنا قلنا انه الاعمالية التشريعية وقفت مع عدل الجساب. وكان حين عمل مشروع جديد او قانون جديد او خوبات يشمال الضف وغزة يتطبك في الثمتين قانون موحد. لكن وقفت العملية التشريعية. طيب هذه الجريمة جات. اه جاء النص علي ايضا في قانون مشروع المطبعات. سنة الف سعمية وخمسة وتسعين. هذا القانون اللي هو خاص في العمل الصحفي. ومطبخ في الضف وغزة. اه انه اصل المادة اه قلناها هذا. تعتبر الجريمة من الجرامة اللي تهدد الامن والنظام العام في الدولة ممكن تخلق مشاكل فتن كتير انا كنت عيش في مصر صار مشاكل كتير وضرب وحارك في مصر نتيجة الايهانات الاديان او الغلط على بعض. اه ولذلك حصل حرص المشرع ايضا المصر على النص عليها. ويعاقب بتلك العقوبات الذي تعد ان تقع باحدة الطرق المبينة في المادة مية وسبعين. المادة مية وسبعين اخوان احنا انظم الخنون المصر عشان نحديث شوية. انظم من خنون المية وسبعين اللي محدد وسائل اعلنية عن الصحف والما الاماكن العامة كلها محدد اه في المادة مية وسبعين. اه طيب ايش الاعمال المجرمة كلما انطبعه ونشره كتاب مقدس في نظر اهل دين من الاديان اللي التي تعدى شعارها علنا اذا حرف عمدا النص هذا الكتاب تحريفا بغير المعنى. طيب. يعني حتى لو اه مثلا اه هنا الفقر الاولى من القانون المصري لو مثلا واحد حرف اه صفحة من القرآن اه او اه حرف شيء من الطراء او من المسيحية يعد انه ارتكب هذه الجريمة لانه بتطير مشاعة هو الخوف من الجريمة انه خايف عمشاعر الاخرين طبعا خايف عمشاعر انه خايف انه كمان انه دول استفزوا وممكن يخلقوا مشكلة في البلد وتصير ضرب وتصير حرق للمساجد. دايما بتشوف في الهند وفي ابو اه او نمار وتشوف في امريكا وتشوف في يعني هذا الموضوع موضوع التعدى على الديانة موضوع خطير. اه 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 تقليد احتفال ديني في مكان عمومي او مجتمع عمومي بقوزة الصخرية يتفرج عليه الجمهور. مسلا رحت عملت اه عمل مسرحية او مسلا عمل اه ناس مسيحية تجمعوا في مكان وجابوا مسلا واحد متل شخصية سيدنا محمد وبدوا يتمسخروا عليه في المسرحية فهذا طبعا مجرم او بالعكس المسيحية اه او المسلمين عملوا مسلا بصورة الستة مريم او او متلوها في شخص اه او سيدة او مسلا متلوا سيدنا عيس وقالة يتمسخر عليه. هاي المقصود في الموضوع. طبعا الموضوع في فرنسا في اوروبا منتشر كتير وصير مشاكل كتيرة. طبعا احنا يعني احنا ممنوع لنا هذا الكلام بالمرة. لكن هم يعني حتى اه صحهم مسلا اه اخر فترة حكوا عن الاسلام وعن سيدة محمد. لكن لا اخذ عليكم انه في مجموعة من الصحفين برضو اه اساؤل سيدنا عيسى وسيدة مريم. وفي قضايا كبيرة. منذ الصحفين اساؤل للمسيحية يعني هم اخذينا ومقول لك خلاص احنا هادو حرية شخصية. لكن احنا صراحة بنقبلش في الكلام هذا. لكن هم عندهم عادي. وكثير انا قريت يعني صراحة خضايا في الموضوع هاد. انه هم اه تمسخروا او اه او اساؤوا للرموز الدينية المسيحية. اه يعني من ضمن الخضايا. انه مسلا نشروا. اه صورة لسيدنا عيسى. واضور عليه انه انسان اه جنسي. وبيبحث عن الجنس. والكنيسة رفعت خضية. والمحكمة ايدت اه الصحفيين وعطتهم براءة تصوره. عرام انه اول حكم ادان الصحفيين لكن لما راحوا في الاستنام. لا المحكمة ايدت الصحفيين. قالوا انهم يعني المقصود بالرسم هو على تحقيق المسرح عامة ومش مقصود الهانة لسيدنا عيسى. لكن احنا بنقبلش الكلام هادا. لا بنقبل لانه مسيح ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد ولا سيدنا موسى. فاحنا عندنا مجرم الكلام. هادا الموضوع فش فيه حرية شخصية. ولا فيه حرية راي وتعبير. حرية راي وتعبير يتكلم فيه على اللي بالدخية الا اه المواضي هذه. طيب الركن المادي في الجريمة. اه هو الذي يعطي اه جاني في ارتكابه لجريمته. المنتمثل فيه هانة الشعور الديني. الان اي شغل يا اخوان انا مش بالضروري يعني اجيب كل الكلمات اللي ممكن يستخدمها كل صحفي في العالم انه يثير او يهين الشعور الديني او المتاقد الديني عند الناس. اي شغل بتضح من خلالها. اي شغل واي فعل واي قول واي نشر. بسببها للشعور الديني خلاص هذا يعني باعتباره مرتكب الجريمة ويعاقب. اه بعقوبتها. وذلك بنشر مطبوع او مخطوط او رسم او صورة او رمضا من شعور. اللي ساعة والتحقير والحط والاهانة المشاعر والمعتقدات الدينية. فعل الاهانة الذي جاء بالقونية المطبقة بالفلسفين هو معنى التعدي الذي على الدين كما جاء بالمادة مصري يعني ما فيش خلاف بين كلمة الاهانة والتعدي. لذلك لا نعتقد انه يوجد خلاف استخدام من المشرع لفظ تعدي عن استخدام الخوانين المطبقة في غزة. بل كان اوضح لكن في وضوح في كلمة تعدي اكثر من كلمة اهانة اللي جاءت في الخوانين الفلسطينية. اه? اه جزي. الهانة الهانة اه الاستخدام اللي هنا كان اوضح من كلمة التعدي وايسر مما جاء بالخنون المصري عفوا. اه طيب. يختلف الخنون المطبك في فلسطين الضفة وغزة عن الخنون المصري في تحقيق الإساءة. فكما قلنا كما ذكرنا ان الخنون الطبك في غزة والضفة تقع الجريمة عبر نشر مطبعات ومخططات او صور او رسوم او رموز. بينما في المصري يتم عبر تحريط كتاب مقدس او تقليد احتفال ديني. ولكن رغم ذلك يمكننا نقول ان الخوانين مطبك في فلسطين او الخنون المصري. ذكر الصور النشاط الاجرامي ان كان عبر نشر المطبعات والصور والرموز والمخططات او عبر التفوه بالكلام علنا. او ان كان طبعا او نشطها مقدس او تخليد احتفال ديني على سبيل الحصر. يعني كل الصور اللي انذكرت في في المواد الخانونية كانت اللي بدو اوصلك هي كانت ع سبيل المثال. مش ع سبيل الحصر. يعني اي شغلة اه فعل او قول او كده بتتحقق في موضوع الاهانة او او التعدي على الرموز الدنيا والاديان بتوقع على الجريمة. دين بالكم? وهذا ما اكدت عليه محكمة النقطة المصرية. محكمة النقطة المصرية اقوى واكبر محكمة في العالم العربي. فعشان هيك احنا بناخد احكامها وبنشير الها. اه حيث قضت بان الاعمال المكونة للتعدي على الرموز الدنيا المصوص عليها في المادة 139. ويتقابل المادة 169 من القانون لحالي 139 كانت في القانون القديم من مصر. لم تذكر على سبيل الحصر بل ذكرت لبيان انه معاقب عليهم بمقضدة هذه المادة على سبيل المثال. اذا كان الحال هذا في مصر. فالجدير ان يكون ذلك بالقانون المطبخ في فلسطين لان السمى الغالب على القانون الاردني. والقانون المطبخ في الضف وغزة القوانين انها قوانين انجلوسكسونية. وهي تأخذ بالقياس والتوسع. طبيعة القوانين انجلوسكسونية. وبتوخذ بالقياس والتوسع. كما انه يفهم ان المشارع الفلسطيني قضل ذلك على سبيل المثال وهو معاقبته على اصغر الافعال في هذا المجال وهو مجرد التفوه. ان كان هو عاقب على التفوه. يعني انك تقول كلمة. التفوه يعني تقول كلمة. فكيف بدوش عاقب على على الافعال التاني الكبيره والكتابة والنشاة. فكيف لا يجوز المعاقبة مثلا بضرب مثلا على من يقوم بعرض فيلم او مصرحية او لخطات منشيئة ومسيئة للدين او لشعور الدين او ان يطبع صور او او كتب تحتوى على اهانة الدين. فانا اريد ان ما ذكر من افعال واخوان مجرم هذه كانت على سبيل المثال ليس على سبيل الحسن. يعني ما معناك كلامي. اي واي كلمة او اي فعل مضمونها في اهانة وتعدي فالجريمة تطبق على صاحب الافعال هاد او الاخوان هاني. طيب. كما يستوى ان تكون مطبعة او رسمات او رموز او الصور ان تشمل على الاهانة والتعدي اذا كان الشاية مستحد الانبياء خدوا بالكم. او مكان مقدس. وهذا ما اكدت عليه العبارة من شأنه ان يؤدي الى هانة الشعور كما جاء من المادة متين وتمانية وسبعين من الخنون المطبقة في الضفة. يعني كمان يعني هم مذكروش للانبياء لكن اي شيء بمسل الانبياء تنطبق عليه. اه ما ما اه على مكان مقدس مثلا تحكي عن المثلا عن كنيسة. تحكي عن مسجد الاخصة. تحكي عن المسجد. تقول والله تجيب رسومات انه مستم في المساجد مسلا اعمال مشينة. ننطبق عليك الجريمة. الجريمة الذكر انه يشترط ان يقع الفعل مكون الجريمة على احد الاديان المعترف. هذا يخدوا بالكم منها. المعترف ده قانونيا في فلسطين. وهذا يفهم من نص المادة متين وستة وسبعين. يعني مش كل دين مسلا احنا نقول والله بيعبدوا البقر ممنوع لساء لهم. لا. وهذا يفهم من نص المادة عندما كانت نصت على كل من ازعج خزن جمعة من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لغامة اشعار الدينية. وهذا ما نصت عليه المادة مية ستة مية وسبعة وارفعين. والاديان المعترف فيها في فلسطين هي الدين المسيحي والاسلام واليهود. وهذا من ذهب عليه المشرع المصري. لما قال او ذكر كل تعدي يقع باحد الطرق المبينة بالمادة مية وحسابين على احد الاديان الذي تؤدي شعائرها علىنا. فالمقصود بهذه العبارة هو الدين المعترفي قانونيا لانه هذا الاعتراف هو الذي يسمح بموارسة شعائر الدين علىنا. خد فمتو? يعني الحين في اديان كتير لكن لا يصفح فيها مسلا في مصر او فلسطين انه مارسوا يعني روحوا مسلا على ماكن اا يعني يصفح للمسيحيين وعالكنان باسمعوا للمسلمين باسمعوا لليهود لكن تقول لي والله مسلا في البوديين. نقول مسلا دول بعبدوا البكرة بعبدوا مسلا عبدة الشيطان. هدول مش باطرف فيهم. فهذه الجريمة يعني لو واحد لأساءلة عبدة الشيطان عادي. أساءلة تعين الهندوس عادي. لكن المواد المواد عدة الطبيق على الاسلام والمسيحية واليهودية. هدول معترف فيهم قانونيا. ومسلوح له من يعدوا شعارهم علنا. من كلمة علنا. انو الخانون سبح بشا بأداء هذه الشعار علنا يعني ما اعترف فيهم. لو مسلا ما اعترف البودي كان قال مسلا من حاجه من يعني انتو شفته في مصر يعني مسموح مسلا العرض الشيطان يعده مسلا الصلوات ولا يعده شعار والخانون ما عاقبهم. مش عطول الشيطة بتكبس عليه وتحبسهم. فمع الكلام هدولة خارجين عن الخانون او الخانون لا يعترف اديا. فالمهم هذي النصوص تطبق. على اه الدين الاسلامي والمسيحي واليهودي. يعني الاي انسان بسيلة التلتة ديان هذولة تطبق عليه المواد الخانونية. ويكون باعتباره تكهب جريمة التعدي او الازراء او لهانة للاتيان. جريمة من الجرام العمدية الخطيرة حيط طلب توافر قصد جنايا العامة يجب ان يعلم الجانب مضمون عبراته وكلماته. يعلم ان ما يكتبه وينشره ويطبح ويتفوه به ينضمن مساسا او اهانة للشعور المعتقد الديني. واجب ان يكون لديه ارادة لنشر. يختلف القانون المطبق في غزة بالعقوبة عن القانون مطبق في مخضر العقوبة. اه 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 قانون غزة اه حكم با او اه اقر عقوبة اه الحب السنة. ايضا اعتبر هذه الجريمة من قبيلة الجناح. بينما اه الخانون المطبق في الضفة الغربية اه اه اقر ثلاث شهور لهذه العقوبة. وبغراملة لهذه الجريمة. وبغراملة تزيد على العشرين ديناب. طيب انا انا استكفي بهذا الخطر من في من الشرح عن مادة التعدي على الاديان او اهانة الاديان. وسوف نستكمل اه في المحاضرة القادمة. او انا سوف نتكلم عن جرام الهانة والدم والقدح والتحقير. وهذا الجزء الثالث من الجرام احنا قلنا انكم قسمنا جرام اربع قسام. هذا القسم الثالث. ونفسه اه طيب قبل ما نخلص. طيب خلص نستكفي بهذا الخطر وان شاء الله نلتقي معكم في المحاضرة القادمة. والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.